نبقى دائما مع الألعاب المتوسطية وتتواصل تحضيرات حفل افتتاح الطبعة التاسع عشر لألعاب المتوسطية من خلال التدريبات التي تجرى بالقرية المتوسطية حيث تم اختيار الرقيسين والكمبارس من خلال مسابقات نظمتها اللجنة الثقافية التابعة للألعاب قبل يدخل بعدها في فترة معسكر تدريبي حضرها حوالي 500 مشارك من كل ربوع الوطن وفريق فني دولي بغيت مواصلة التدريبات للإشارة فقد تم تنظيم عدة نشاطات ثقافية وفنية للمساهمة في إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران من 25 جوال إلى غاية 5 جوليو القادم